بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا يجب على المرجعية الدينية أن تقول كلمتها تجاه الحصار الأمريكي الظالم لإيران في الحقيقة أنا كتبت عدة مداخلات قصيرة هذه الأيام وطالب فيها المرجعية بأن تقول كلمتها وأن تبين رأيها وأن تستنكر هذا الحصار الظالم على إيران والتعليقات كثيرة من الأخوان المختلفة لاتجاهات هناك ناس بعثيون تعرفون عزة الدوري أصدر بيان أنه يجب أن نحاصر إيران أو يبارك حصار أمريكا لإيران وهناك أناس مرتبطون بالسعودية والمحور الصيوني أيضا يرحبون علناً بالحصار ويريدون أن هم يساهموا أو يضربوا إيران وهناك ناس عقد قومية وعنصرية تجاه إيران أنه إحنا ما خصنا به على الأقل يعني هذه الصراع بين أمريكا وإيران إحنا ما خصنا فيهم بالعراق وإحنا خلينا نحافظ على نفسنا ونحافظ على بلدنا ونحافظ على دولتنا ما أنه علاقة بهم وهناك مع الأسف الشديد فريق من المؤمنين متدينين يدعون أنهم مسلمون وأنهم شيعة محبون أهل البيت ومع ذلك هم أيضا يتخذون نفس الموقف أنه إحنا ما خصنا بإيران الآن رئيس الحكومة مثلا يقول أنا مثلا أتعاطف مع إيران وأنا أستنكر الحصار ولكن ما أقدر أسوي شيء أنا أحافظ على مصلحة بلدي ما أريد بلدي يتعرض الحصار أو كذا عند تبريرات صحيحة ولا خطأ المهم هو مسؤول ويقول أنا من موقع المسؤولية ما أستطيع أن يعني أتعاون مع إيران واليوم شوي خففوا إلا جمالتهم بحكومة أنه والله من أتعامل بالدولار مع إيران سابقا قالوا لا سوف نقاطعهم تماما حتى لا نشتري سيارات لا نبيع ولا نشتري ولا غاز ولا نفط ولا أي شيء الآن قالوا لا إحنا شوية شافوا كفي ضغوط عليهم أنا ممكن نتعاون يعني ممكن نتبادل تجاريا مع إيران ولكن مو بالدولار لأن أمريكا ما تقبل الدولار مع الأمريكا هذا جيدا نسمع لنا بموقف الحكومة نتكلم عن موقف الناس الناس يقولون الناس مؤمنين أتكلم عنهم ما أتكلم عن البعثيين ولا السعوديين ولا الإسرائيليين اللي هم أول مرحب بالعالم ولكن ولا أتكلم عن الناس الجهلة والأنصريين أتكلم عن الناس متدينين وأعرف من بعض التعليقات أعرف الأشخاص ناس متدينين مؤمنين وربما يخدمون بالعتبة الحسينية والعباسية وكذا زين ذول ليش يقدم هالموقف أيضا اللامبالي وإحنا معلنا بإيران وخلي شرح يصار عليها وإحنا لش ندخل يعني هناك موقف شعبي ممكن يعني يظهر ويستنكر أنه إحنا هذا الشعب الإيراني شعب صديق إنا وشعب جار إنا وشعب وقف معنا في أيام المحنة مواقف عديدة وآخرها مع داعش يعني ترى الفضل لدحر داعش ما يقود للسستاني كله السستاني ينطي فتوى ولكن لو السستاني ما مطي فتوى كانت هناك منظمات تعمل مع إيران وتنسك مع إيران ونسكت بعد ذلك وإيران دعمت بأرتال من السيارات المسلحة والمشحونة بالسلاح في ساعة الأسرة في ساعة الضيق والشدة كما يقولون بالمثل الإنجليزي يقول الصديق وقت الضيق فاللي وقف أمام داعش موسيستاني وقف أمام داعش حقيقة والفتوى يعني إذا ما كانوا شباب واقفين من قبل وقاوموا وفي دفع ذيك الأيام الأولى بالسلاح بعد انهيار الجيش فتوى السستاني شو تسوي يعني ما راح تسوي شيء إذا ماكوا سلاح عند الناس فاللي خططوا مسبقا كان عد وإجا في ساعة الأسرة ومو فقط بالسلاح دعم حتى بالرجال واستشهدوا ناس كثير من الإيرانيين ومن حزب الله أيضا استشهدوا في العراق فهؤلاء المفروض الشعب يكون إلى موقف الشعب مو منزم بيعني قرارات أمريكا ممكن بطريقة وألف طريقة بألف طريقة وطريقة يمكن يكسر هذا الحصار ويتعاطف عمليا مع الشعب الإيراني وأيضا المرجعية المرجعية مو فقط أنها هي مو ملزمة إذا كانت هناك التزامات سرية لا أعلم بها الله أعلم ولكن حسب الظاهر ما عندهم التزامات معينة مع أمريكا فالمرجعية مو فقط هي مطالبة أن تقول كلمتها في هذه القضية وفي القضايا الأخرى في الحرب على اليمن عدوان على اليمن عدوان على لبنان قمع الشعب البحريني يعني مواقف كثيرة الاعتداءات على فلسطين على الشعب الفلسطيني المرجعية ساكت ما علينا الآن المرجعية إذا هي مو سياسية ومتد الدخل بالسياسة بس عندها واجب وعندها مسئولية أخلاقية مسئولية دينية أن تعلم جماعتها مقلديها أنصارها أتباعها الجماهير العامل تتبعها وتنتظر مع ذا كلمة باعتبار هي مرجعية والناس ينظرون إلها ماذا تقول هنا وماذا لا تقول هناك إذا المرجعية سكتت الناس يقولوني والله ممكن المرجعية واتمؤيدها بالحصار وإحنا معلنا بإيران بينما الحديث الشريف يقول المسلمون كجسد الواحد إذا تداعى إذا أصيب عضو بالحمى تداعى له سائر العضاء بالسهر والحمى أيضا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقون يعني هي على كل مرجعية دورها دورها مو فقط مسائل حير واستحاضة وطهارة ونجاسة وصلاة وكذا أتعلم الناس الأخلاق على أكل أتعلم الناس المبادئ الإسلامية القيم الإسلامية قيم التكاتف والتعاطف والتعاون والوحدة الإسلامية المفروض فيها في أي بلد في أي مكان يتعرض أن هي من منطلق الإيمان منطلق الإسلام هو تدعي المرجعية تدعي أن تمثل الإسلام تمثل التشيع بعد أكثر تمثل علي بن أبي طالب تمثل الإمام الحسين فإذا كان علي بن أبي طالب أو الحسين أو المهدي مثلا موجود الآن ماذا يقول هل يسكت هل يصمت هل يعني يتحالف سرا مع أمريكا ويقبل على جرائمها من شنو تخاف المرجعية الحكومة تخاف أنه ليتتعرض فلوسها ومصالحها وكذا ومسؤولين مصالحهم الخاصة المرجعية شنو عنده مصالح ويأمريكا حتى تسكت على جرائم أمريكا جريمة كبرى الآن في العالم كل العالم مستنكر هاي الجريمة البعض يقول لي أنت لش متحمل سرقة على إيران وليش بتروح لإيران وليش إذا رحت لإيران ولا تفقيش يسوي لك أنا ما أتكلم عن نظام إيران ولا أتكلم عن قادة إيران أتكلم عن حصار يضر هذا الشعب المجاور أنه وأي ضرر يصيب هذا الشعب يصيبنا أيضا أحنا ويصيب كل المنطقة وهذا ما قاله الحزب الإسلامي في بيانه الأخوان المسلمين في العراق وهما علاقتهم مو كثير يعني طيبة مع إيران علاقة عادية مع ذلك قالوا أن أي أدوان على إيران وأي حصار سوف يضر المنطقة كلها وسوف يأتي الدور على آخرين كما جاء الدور على العراق سابقا واليوم على إيران وبكرة على أي دولة أخرى ويشوف حتى تركيا الآن تتعرض إلى ضغوط هائلة تتعرض إلى ضغوط هائلة وليرتها نازلة بشكل منهار يعني جدا لأنه أمريكا متحضرة اليوم إيران بكرة تركيا أكيد أكثر وأكثر ولا نتحدث عن سوريا سويا عن لبنان وفلسطين واليمن يعني دول أخرى القوية باكستان غيرها مصر أي دول أخرى ممكن تتعرض للحصار وأكثر من الحصار فالمرجعية المهم تعبر عن الضمير الإسلامي على الأقل إذا كانت هي مرجعية دينية حقيقة طبعا نحن ما عدنا شيء بالإسلام اسمه مرجعية دينية عدنا ناس يدعون علماء علماء بس العالم الديني الرباني يجب أن يعلم الناس الأخلاق والقيم الإسلامية والمبادئ الإسلامية مو يسكت في مثل الأوقات هذه ما يجوز حرام عليه يسكت الناس يقولون أنت ليش تتكلم مع المرجع ما هو يعرف هو مرجع أو آية الله طيب هو مو مرجع واحد هو مو ناس الناس يعني اللي حوالي أيضا يأثرون عليه لذلك أنا أطرحت أدت أسئلة في الحقيقة حولها الموضوع ويعني أتوقع من المرجعية أن تقوم بهذا الدورة الواجب عليها تقوم به وإذا ما قامت عليه فهي حرام وهي متنصلة ومتخاذلة ومتقاحسة ومتعاونة مع الأعداء لذلك على كل إنسان مؤمن أن يفكر أن هو أولا تقليد حرام ليش واحد تقلد واحد ثاني عالم أستفيد من علمه بينما إذا مسائل أنا أعرفها وواضحة عندي ما يجوز أقلد بيها أين لازم أفكر بنفسي أقرأ القرآن وأشوف القرآن شي يقول لي وأقرأ حديث الإمام علي كونا للظالم خصما وهي المظلوم يعونا أقرأ قصة الإمام الحسين ولماذا خرج على يزيد هيهات مننا الذلة والإمام مهدي يقيم القصة والعدل بعد أن تملأ الدنيا ظلما وجورا هذا الظلم الآن يجع علينا غير انكافحة إحنا اللي نؤمن مؤسسة الإمام السيد السستاني 345 كتاب ومحاضرة حول إثبات وجود الإمام المهدي 345 كتاب روحوا وشوفوا الموقع معلوم الموقع معلوم السستاني موجود كل الكتبها فيه لا أحد أتكلم من نفسي أنا طيب إمام المهدي شنو يعني من هو إمام المهدي شي سوي إمام المهدي عايجي إمام المهدي ملخص الفكرة عفونا من التفاصيل ولد أم لم يولد هم يقولون مولود طيب طيب إمام المهدي شنو إمام المهدي روح مدى كيمة إمام المهدي يعني يملأ الأرض كسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا مو الشكيل هاي خلاصة مالك طيب أنت يا مرجع أو يا مرجعية أو يا مراجع يا علماء يا طلبة الحوزة أنتو متعرفون الآن أكو ظلم دي يصير بالعالم على أخوانكم وتقولون إحنا شيعة وشعب الإيراني شيعي أيضا وثلاثة أربعة لفلوس معلقة إيران مع السستاني أو نصها معدرجة بالضبط تيجي من إيران زين ذولا ما يستحقون في الموقف من المرجع اللي يعتبر نفسه زعيم الطائفة الشيعية زعيم الطائفة الشيعية لشأنه حاط نفسك موقع الزعامة والزعامة لازم ترعى أتباعك جماعتك تدافع عنهم معلقة بكلمة هستة ما تقدر تشيل سيف وترؤى تحارب أمريكا ما حد ما طالب منك هذا الشي بس كلمة استنكار كلمة تعاطف كلمة مثلا والله احنا نرفض هذا الحصار الجائر والعالم كله الآن شوفوا أنت الصين الهند روسيا أوروبا كلها أوروبا كلها اللي هي حليفة أمريكا حتى بريطانيا رفضت الحصار وقالتوا احنا نظل نتعاون مع إيران أو نتبادل تجارية معها بس أدو مصالح طيب انت ما عندك مصالح ها ما عندك انت وشعبك أدو أتكون مصالح مع إيران وبعدين أنت كمرجع لازم تتكلم فوق لغة المصالح لغة المبادئ والقيم أنه هذا أدوان جائر على نن كل أمم المتحدة يعني إيران عقدت اتفاقية حول مشروع النووي مع الأمم المتحدة أول شيء مع الخمسة زاعد واحد هم الأعضاء الكبار الدائمين في مجلس الأمن زايدا ألمانيا وقعوا اتفاق بيناتهم بعد سنوات من المفاوضات وراحوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصدروا بها قرار اتفاقية دولية ملزمة لأمريكا ووقعها رئيس أمريكا والكونغرس وبعدين يجي واحد يطلع مرة واحدة أنا ما أريد هذا الاتفاق ألغي تعالوا سوي اتفاق جديد اتفاق جديد يعني شنو تحط شروطك عنده جديد يعني ما يصير اليوم وقع اتفاق بكرة متلغي الاتفاق يعني مثل صدام حسين راح أوقع اتفاقية الجزائر وبعدين يجي يوم ويشققها أنا ما أريد هالاتفاق يمو مصلحتي استغل لحظة ضعف بإيران ويرجعون مرة ثانية مثل ما رجع صدام حسين ووقع مرة ثانية وقبلها ترامب هم راح يرجع يعني يستسلم لإيران بس الآن ما إحنا امتحان إنه هذا امتحان لأي ضمير إنساني لأي إنسان عنده شوية شعور أنه هذا البلد ديتعرض إلى حصار ظالم ديدمر الشعب ويريد يحطهم هذا الشعب ويحطهم منطقة كلها الشعب الناهض الوحيد الآن في المنطقة هو الشعب الإيراني والدولة الإيرانية وشوفوا الدول الأخرى كلها محطمة حواليه ما عدا تركيا شوية العراق قبراح ما إلا وجوده اليوم محطم تحت الهيمن الأمريكية سوريا ممزقة محطمة فلسطينة تسألنا عنها اليمن شوف الدمار الهائل الموجود وكل هذا مرجع أقول لك أنا مرجع زعيم الأمة الإسلامية وزعيم الطائفة الشعية وأنا ساكت حسنا الأزهر يسكت افتهمنا هو تابع للحكومة المصرية وحسابات سياسية عندهم وليسكت لا عن اليمن ولا عن إيران ولا أي شيء ساكت ما ما يهم أي شيء هذا ما نعتب عليهم هم أساسا موظفين موظفين بس أنت تقول أنا زعيم شعبي وديني وماكوا واحد فوقايا وما عندي علاقات فيه أحد وأنا مستقل موشكي المرجع زي ليش ساكت ليش صامت ليش ما تتكلم زيانا إسا أنا أقراركم بعض الملاحظات السريعة وبعض التعليقات أيضا إذا بقعد نوقع إن شاء الله في أحد التعليقات كتبت أيها الأخوة المؤمنون بالله وبالديمقراطية يعني أنت أدكم ثقافة ديمقراطية الثقافة الديمقراطية إذا تم مؤمنين بأله لازم تعبدون الله فقط ما تعبدون أصنام أخرى ما التعبدون اطيعون قادتكم بالباطل وإذا أنتم مؤمنين بالديمقراطية فالثقافة الديمقراطية تفرض عليكم التفاعل مع القيادات والزعامات والنقد والمحاسبة والأمر المعروف وأنها يعني المنكر مو فقط أن تشوفوا واحد شارب خمر تتعاركونوا إياه لا حتى وشفتوا مرجع صامت لازم تروحون تنتقدوا ما كفرق بين الاثنين لا تجعلوا من المراجع أصنام مقدسة ولا تعبدوها من دون الله انظروا وفكروا وعارضوا وانتقدوا وحاسبوا وطالبوا وغيروا وثوروا إذا تطلب الأمر على المرجعية المتقاعسة والجبانة والمتخاذلة والعميلة إذا كانت كذلك فإن الديمقراطية تبدأ من الكفر بالأصنام هذا الديمقراطية والتحرر من عبودية المراجع والتقليد الأعمى شون الفرق بين واحد يسأل عالم حكم شرعي ما يعرفه وبين واحد يقلل تقليد أعمى وبين واحد يعبد المرجع يعبد العالم اتخذوا أحبارهم ورهبابا ورهبانهم أربابا من دون الله يعني شنو؟ يعني أحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال وسكتوا عن الحق فهذا إذا أطعت المرجع واتبعته أنت كأنك أبدته وهذا يتناقض معه الإيمان بالله تعالى ويتناقض معه الديمقراطية ما هذا المرجع الذي لا رأي له فيما يحدث في العالم مثل الاحتلال الأمريكي للعراق لا يقول الأمريكي يأب وقوم وطلعوا بره هسا واحد طبعا لك بالبيت واحتل بيتك إذا ما تقول لك قوم وطلع بره على الأقل ما عندك قدرة أن تضربه وتتعاركه بس قوله يا أمي وطلع بره عبس بوجهه شوية بنيش السستاني سكت عن احتلال العراق شون السر في ذلك حقيقة يعني هو أكوناش مدحو أنا مكنت أمدح السستاني أقول والله هو رجال ديمقراطي ووحدوي وخوش آدمي بس فعلا شي مريب أمريكا تضخي العراق وتقول احتلين العراق احتلال رسمي وهو ساكت ولا نص كلمة تكلم عن الاحتلال زين أدوان إسرائيلي على لبنان سنة 2006 هم ساكت أدوان إسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني كل يوم ضربوا وقصوا وكذا أصلا هذا شي اعتيها دي ساكت عليه أدوان سعودي على اليمن أيضا ساكت حصار أمريكي ظالم على إيران أيضا ساكت إذا ما نجي على العراق تزوير الانتخابات وفشل النظام البرلماني وكذا أيضا ساكت عودة الهيمنة الامبريالية الأمريكية على العراق والمنطقة وأيضا ساكت من حقنا نسأل له من حقنا هل هو حي أم ميت وهل يجوز تقليد الأموات سؤال شون الفرق ميت ولا حي يعني إذا مات إذا قالوا مات بعدين وشون وش وقت مات هذا فعلا مرة أنه كنت في لبنان صار حديث عن السيد الخوي أيام بالثمانينات فأحد الإخوان قال لي هذا موقع السيد الخوي موجود من زمان قبل مئات السنين قلت له لا عمي الآن موجود قال والله أنا عصبالي ميت من قديم على لأنه لا يوجد إلا دور في الحياة فالناس عصبالهم هذا ميت لا يوجد فرق عندهم يعني ما هي الحاجة لمرجعية دينية بيونك وحسين ميتة تدعي أنها زعيمة الطائفة وتتحدث أو لا تتحدث باسمها ما تتحدث تقول أنا لازم أتحدث أنا متحدث باسم الطائفة وساكتة ما تتحدث عزائي أغلقوا الحوزة واتفنوا ما تبقى لديكم من هياك العظمية مرجعية حصار ترامب الظالم للشعب الإيراني لا يقل وحشية عن هجوم داعش على العراق ولو كنت مكان السستاني لأفتيت بخروج الشعب العراقي تأييدا لأخوانه في إيران واستنكارا للحصار الظالم وكسرا له ولا أدري لماذا يسكت مرجع الشيعة الأعلى كما يقولون عن هذه الجريمة البشعة ويتفن رأسه في الرمال ليش؟ ما أدري والله إذا أحد يعرف ليش خالي يقول لي سؤال مزعج جدا هل المرجع مختطف أو محجر عليه أم هو متحالف مع أميركا ماذا عقد مجيد الخوئي من اتفاقيات حول المرجعية ومرجعية السيدة السستاني بالذات ودورها في العراق أنت دور مرسوم إلى ما يصير واحد يتعدى الخطوط الحمر منوحات خطوط الحمر على المرجعية ومنهم كبل المرجع عن الكلام والنطق والالتقاء بالناس والتفاعل مع الأحداث الكبرى التاريخية هل يجوز أن يسكت؟ يعني فعلا شيء يثير الظن وأن بعضها ظني إثم ولكن نحن مريد نثبت هذا الشيء عليه ولكن فعلا يعني شيء مريب حقيقة طبعا هناك إعلام يسوي لدعاية وأنه ليست تحجي على المرجع أو هذا المرجع أو ويف تيم كل شيء كأنه نازل عليه وحي نبي من السماء إذا في مجال أعلق على بعض المداخلات بعضها اختارات أنا بالحقيقة حيدر مرتضى يقول أستاذ أحمد تحية طيبة طبعا أنا أتفق مع أغلب أفكارك ولكن لماذا هذا الإصرار على حشر المرجع بكل شاردة وواردة يعني هذا الرجل هو الرجل لا يؤمن بولاة الفقيه ويعتقد أن دوره ينحصر بالفتوى الدينية والأمور الدينية فلماذا هذا الإصرار على حشره بسياسة أخي العزيز حيدر مرتضى السيد السستاني ويؤمن بولاة الفقيه راجع كل فتاوى يؤمن أنه الحاكم الشرعي معي من قبل لوان ميدي على الأمة وهذا كلام طويل فيه كلام كثير فيه شوفه مسائل كثيرة وان الحاكم الشرعي كل شي تعالي رجعه إلي طيب حتى لما تؤمن بولاة الفقيه أنت ما عندك ضمير ديني مو مسلم مو شيعي متقرى القرآن إيشلون تسكت على هالجرائم يصير بعدها هاي مو شاردة واردة مو قصص مو قصص صغيرة هنا وهناك قصص هاي تهم شعب كامل الآن يتعرض للحصار ثم يتعرض للجوع ثم يتعرض للتدمير ثم يتعرض للقصف ويعني بعد ما يحطموا كل شي يساوون به فإنت من البداية يجب أن تقف وتحرض الناس وتدعو الناس في كل مكان خايف على شنو على أي مصلحة خايف لازم تقول كلامك فأنا أرفض هو يؤمن بولاي يؤمن أحيانا في بعض المجالات بيها فلوس إي نعم أنا ولي الفقه أنا هي الحاكم الشراء يجيب فلوسك وانا أخمسها وأنا أعملكم أحللكم إياها ولكن في أماكن أخرى لا أنا ما علي ما أخصني هي ما يصير لو عندك وكالة عامة لو ما عندك ولا وكالة إذا تدعي أنت نائب الإمام المهدي وتصير على خط الأئمة من أهل البيت فخط الأهل البيت مو يشكل لا إمام علي ولا الحسين ولا المهدي كانوا يشكل فما عرف شلون لعب بالدين هذا يصير الأخ محمد السباح يقول ما الفرق بين حكومة إيران والأحزاب الحاكمة للعراق هم أساس خراب العراق وسركة خيراته وأما بالنسبة لهجمة داعشية على العراق صحيح هم من وقفوا بجانب العراق إيرانيين نعم ولكن لا لسواد عيون العراقيين ولكن لمصالحهم لبيع الأسلحة وانتعاش الأقتصاد الإيراني من بيع كل شيء لديهم حتى كنا نرى كل شيء إيراني في بلدنا والأهم من ذلك كانوا يدافعون عن أراضيهم لألا يصير دواعش مناطقهم يا أخي العزيز يا محمد السباح المحترم أولا أمريكا معدها مصالح لماذا لم يبعثنا أسلحة وقت إجاء داعش لماذا الطائرات الـ F-35 ما أعرف كذا اللي كانت الأراق مشتريه ودافع فلوسه ما أعطونا إياها لمدة شهور لمدة سنة سنتيا ما أعطونا إياها و ما معدهم مصالح بس أدهم أهلاف سياسية بينما إيران اللي يعني حتى لو أعاده مصالح هل تم عندك مصلحة هل تم عندك مصلحة أن تقف معهم شعب وقف معك يعني أول أبدأ من البداية أنه الأحزاب الحاكم العراقهم أساس شو خصنا بالأحزاب الحاكمة بالعراق إن شاء الله كلهم مزينين أساس خراب العراق الآن وحتى حكومة إيران خلينا نكون نحن مو معاها الكلام على شعب يتعرض هم ماذا يحاكمون ماذا يحاصرون الخامنئي أو روحاني أو فلان أو فلان مثل ما أيام صدام حسين صدام حسين ما تأثر بالحصار اللي يتأثرهم الشعب التعليم تخلف والاقتصاد تخلف والجوع ينتشر والخراب وكل بلد يصير فمن قارن بين أنه جماعتنا هنا في العراق مثلا أساس الخراب وإيران فإذا وقفوا معانا في ساعة الشدة وحرروا بلدنا وحموا استقلالنا ما نقولهم شكرا ما نقولهم في الرد الجميل لهم هل جزاء والإحسان إلا الإحسان معلوم القرآن يقول واحد أحسن إليك حتى لو كان عنده مصلحة هذا تفسيرك عندهم مصلحة وقد يكون عندهم مصلحة طبعا حماية الأمن الإيراني أيضا بس بالتالي إحنا جزء مع بعض إحنا أمن إيران من أمن العراق وأمن العراق من أمن إيران واستقلالنا من استقلالهم واستقلالهم من استقلالنا فهذا المنطق مو صحيح يعني ننظر الأمور هكذا وكما أعرف أنت يمكن تقلد السستاني بس ما لازم تتكلم بهذه الطريقة أخي العزيز وإذا أنت كنت يعني تفكر بهذه الطريقة فمو أنت المسؤول كثيرا السستاني مسؤول عنك وعن هذا المنطق أحمد عزيز لاحظوا هذا المنطق يعني ما أعرف شنو يقول عنه بالحقيقة يقول وإحنا شعلين نعرهم تاكل حطبهم لعبهم لعبه بينا لعب اثنين عدهم شوفوا شو واحد ما تختلط عليه الأمور بعد ما يقوم يفرق بين العدو والصديق العدو يصير صديق والصديقة يصير عدو هسه خلنا نحن نخضع لأمريكا ونركع ونسجد إلها وشعب صفنة اللي هو شعب المستقل ما أقول لسه الوحيد بس بالمنطقة شوفوا يعني هكو بلاد باعة ومخلصة ما عدا لا استقلال ولا وطنية ولا ما عدهم أي شيء بس في بلاد لا عدهم حضارة وعدهم استقلال وعدهم وطنية وعدهم شعور وطني وليتعرضون ظلما هسألوا قائمين حرب مثلان صدام حسين رح تل الكويت وعقبه زي الإيرانيين شمسوين مواقع واتفاقية مع كل العالم واتفاقية عادلة لكلهم ويجي واحد ظلما وزورا وتكبرا واستكبارا في الأرض جاي يريد يعني انطلاقا من مصالح إسرائيل وبدفع من إسرائيل والسعودية جايدة يحارب هذه الدولة رضا حميد يقول النظرة العميقة التي تمتلكها لا يفقهها الكثير من المتفاعلين معك أو المتابعين لك بناء التعليقات الكثيرة اللي صارت وبالتالي سوف لن تنال رضا هذا أو ذاك بالحقيقة أنا ما أتكلم حتى أنان رضا أحد لا من الأخوة اللي يعلقون وأصدقائي ما في اليوم فكرت أن واحد صديق راح يقبل ويرضى ويقول لي أحسنت أو يزعل من عندي أقول اللي أؤمن بي ولا أقول ما أقول حتى إيران ترضى علي أو حتى مثلا عندي حسابات ويا إيران الله أعلم الله أعلم ما عندي أي حساب ويا إيران ولا عندي أي علاقة معاهم ولكن أشوف أكون موقف ضروري بلدي يتعرض إلى تدمير وإلى حصار وأنا أسكت يقول تحتاج إلى مقدمات لمشروعك الإصلاحي وهذا الأمر مناطم بك أما ما لا تمتلكه هو المال لتشكيل حزب سياسي يعمل داخل العراق لتنفيذ أفكارك وبالتالي فإن مصير أحمد الكاتب بأفكاري وتطلعاتي سيأكلها الزمن وما يتبقى منك فقط ذكرى سيذكرك المنصفون بين فترة وأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي أو في بعض الجلسات الخاصة يا أخي العزيز أنا ما أريد أشكي الحزب ولا أيضا أريد أحد يذكرني أنا الآن أشعر أنه عندي واجب أقول هالكلام والشعب العراقي وكل الشعوب المنطقة يجب أن تهتم بهذا الموضوع وتستنكر هذا الحصار الظالم والإنسان المسلم يجب أن يدفع المنكر بيده وإذا لم يستطع فبلسانه وإذا لم يستطع فبقلبي على الأقل يحيى شمس الدين يقول حين أكحمت نفسك في السياسة ستخسر الدنيا والآخرة شلون يا أخي العزيز أولا هذه مو سياسة يعني سياسة شيطانية لا مواقف دينية مواقف وطنية تسميها سياسة سميها أنت وبعدين الله يعلم أنه نخسر الدنيا والآخرة بالعكس مو معلوم هالشي هذا أنت شلون قاعد تحكم بهالصورة ما أعرف علي ضرغام عزيز يقول ما يصرفونك ابتومان واحد من الإيراني يعني يريدون أن يشتروني إلي عن مدى بيع نفسي الإيرانيين ولا دع نسك مع الإيرانيين ولا أندي أي علاقة مع إيران إنما مواقف مو تجاه إيران تجاه اليمن شنو أدنوية اليمن لماذا نستنكر الأدوان السعودي الخليجي الإماراتي المستمر على اليمن أدنو مصلحة رد فلوس من الأطبط هنا مواقف الإنسان مواقف فقط محمد مخلوف نفس الكلام اللي قال للأخ السابق كلا كلا للفرس والروم معا وجهان لعملة واحدة يعني الصورة ضبابية ماكو فرق عنده بين الصديق والعدو فكل الناس عندهم أعداء يعني وهو مع الدمانة ربما يتعامل مع أي واحد من ذوله محمود الأحمد بالنسبة للشعب العراقي ماهو الفرق بين الاثنين كلاهما ساهموا في تدمير البلد وكلاهما يبحث عن المصالح الشخصية لبلده لعن الله كل من ساهم ودمر وحرق البلاد والعباد يعني العراقين نفسهم ما دمروا بلدهم وإيران اللي وقفت معاك ضد داعش هذه دمرت بلدك أم أنقذت بلدك وإذا أنت كنت تعيش بالعراق ما درستت عراقه ولا مو عراقه محمود الأحمد ما عرف وين فعني فرق كبير بين واحد يوقف إياك ويدعمك وتجي بعدين السبب وتلعنا سمير العبد الواحد يقول الحوزة تاريخ يمتد لألف عام وهي حفظت لنا هذا التراث الضخم لأهل البيت فدعواتك ولدت ميتا يا أخي شن سوي بهذا التراث التراث أهل البيت شن سوي به ناكله نشربه تراثه أهل البيت شن هو تراث أهل البيت مواقف مواقف مع الحق ضد الباطل يعني الإمام علي الإمام الحسين إمام المهدي ذرة ثلاثة أئمة كبار من أئمة الشيعة لسه ما علينا الإمام المهدي مولود إمام مولود بس فكرة المهدي هذا هو التراث أهل البيت أنت تجوهر التشيع هو الوقوف مع الحق ضد الباطل شن واحد يكون أنا يعني أدعي أنني حريص أو محافظ على هذا التراث ومتكلم بهذا التراث وأنا أدعي التراث كله تحت قدمي وما أتفاعل معاه وما أفكر وما أهتم بما يجري في العالم فأي تراث هذا؟ يعني مجرد كتب واحد يقراها والآن جوجل كل كتب موجودة على جوجل ترح يقراها بجوجل حافظ التراث هذا الضخم كله في كل العالم تقرر تطلع عليه فحوزة ميتة مرجعية ميتة أبو طاه الإبراهيمي يقول أنت لا تؤمن بإثناء عشرية ولا إمامة ولا مرجعية ولا تقليد ما لك فقدت اتزانك يا أحمد الكاتب يا أستاذ أحمد بعد إعلان الحصار على إيران مو بالضرورة شوفوا الآن بالعالم الناس مو مسلمين مو مسلمين ولا حتى يؤمنون بأ الله يمكن بس أدوم ضمير من يشوف قضية عادلة في العالم يتعاطفون معاها أينما كانت القضية في العالم يتعاطفون ويستنكرون الظلم في العالم مو شرط أن أكون شيعي أو أكون اثنى عشري أو إمامي أو أقلد هذا أو أقلد ذاك مسألة موقف إنساني الآن العالم كله في حركة إنسانية تقف مع المظلومين في العالم وهذا الشعب يتعرض لظلم فليش تربط الأمور مع بعض يا أخ أبو طاه الإبراهيمي وأخيرا نجي للأخ علي أبو محمد يقول نعترف بأنها ربما أسوأ مرجعية في تاريخ التشيع ولكن أقول لك ما قاله الإمام الصادق لا تتبعوا عثرات المؤمنين الشيعة فإنما تزل لقدم وتثبت أخرى أو تثبت أخرى ففهم يرحمك الله أخي العزيز علي أبو محمد نحن مو هوات بحث عن عثرات المؤمنين إنما عندنا الآن عندنا قيادتين بالعراق عندنا قيادة سياسية اللي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل منطقة بلاد الأخرى ذول قادة السياسيين من حق الناس في الثقافة الديمقراطية أن ينتقدوهم وأن يطالبوهم بالإنجازات والعمل والخدمات ويحاسبوهم ويغيروهم وعندنا انتخابات كل أربع سنوات ينجي غير هذا الرئيس أو الوزير أو كذا المرجعية أدى قيادة مرجعية أخرى تدعي أنها قيادة دينية وهي تحت الموقع في المجتمع والناس أنظارهم كلها عليها على هذه القيادة وعندها دور يجب أن تقوم به في توعية الناس في تثقيف الناس في هداية الناس في إرشاد الناس في بث القيم والأخلاق والمبادئ الدينية اللي تتطابق أو تندمج مع السياسة أيضا فإذا لم تقوم بهذا الدور وإذا هذا المرجع لف رأسه ونام أو دفن رأسه بالرمال فعلى كل إنسان أن يقول له أنت حاط نفسك أو حطوك بهذا المنصب القيادي وتدعي أنت رئيس الطائفة وزعيم الطائفة والمرجع الأعلى ومع ذلك من الألقاب الفارغة طيب شن دورك شعبك دي يتعرض البعض يقول والله السيد السستاني لأن جنسيته إيرانية يخاف أنه يتهمو أنه أنت إيراني وقاعد يتمين لإيران هذا أقدر من خطأ واحد يفكر خاصة القيادات والزعماء والقادة والطلائع والمفكرين خطأ يفكر بهذه الطريقة أنا والله أخاف يتهموني أني إيراني أخاف يتهموني أني أصولي إيرانية كما بعض الناس سخفاء يعني بالحقيقة أي واحد يتكلم قال ها أنت علاقة بإيران أنت إيراني أصلك أكون أسعدهم أقدر يخافون الإنسان المؤمن الشجاع القائد ما لازم يخاف من الكلام أنا عندي موقف لازم أقوله هسا الناس يقولون يعلقون يسبون يشتمون يهرجون علي ما أهتم بالكلام هذا أقول موقفي بيني وبين الله تعالى ما أنظر للناس شونه يقولون علي أنه والله أنت قاعد دافع عني خليه يقولون تدافع عن إيران مو عيب مو حرام شعب مظلوم ده دافع عنه وأنت يا مرجع حتى لو كنت إيراني مو عيب تدافع بالعكس يصير واجب عليك مضاعف إذا أنت كنت إيراني وشعبك الإيراني إذا يتعرض للظلم والحصار والتجويع وتشكت يعني العارسة عليك مضاعف والواجب مضاعف فهذا مدليل ومو تتبع عثارات المؤمنين ما عدنا شغل حتى نتبع عثارات المؤمنين عثارات المؤمنين الأشياء السرية الخاصة واحد مثلا سوفت ذنب سوفت خطأ أنا أحصيه عليه وأضمه وأشهره قدام الناس أما القائد من واجب كل الناس محاسبة القائد وتوجيهه وإرشاده وأمره معروف أنه على المنكر الأمر معروف أنه على المنكر ويطلب منه وإذا أصر على مواقفه الباطلة فيجب أن يغير نحن أدنا الرؤساء كل أربع سنوات بس ما دلس المرجع كل أربعمائة سنة يمكن أن يغير واحد إلا أن يموت خلص هذا كأنه لزقى جونسون صار علينا بعد ما يصير إحنا نغيره ما يصير يجي واحد آخر طيب سووا انتخابات كل عشر سنين يجيبوا لكم هذا مرجع جديد إذا مرجع يقول لك والله هذا مريض يموت وضعيف وكذا طيب ليش تحط نفسه بعد مرجع خلق يقول استقلت من مرجعية ليش باقي مرجع وقاعد بهالمنصب القيادي وما يأدي دوره أكبر مصيبة أكبر ما أقول أكبر خيانة مش أكبر مصيبة حقيقة وعلينا أن نحاسب علماء وندفعهم ونحذهم على اتخاذ المواقف الصحيحة وقول كلمة الحق في وجه الباطل وعدم الخوف إلا من الله تعالى مش أنتخاف من ترامب من ترامب حتى تخاف من عنده يا سماحة سيد السستاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته